السلام عليكم يا اصحابي اهلا بيكو واول حلقة عن بطولة افريقيا اتخلت شوية في الموضوع ده. اه ولكن اعتقد ماشي النهاردة كان بداية يعني اه هتبقى درامية ومليئة بالكلام يعني مليئة بالاحداث. فالنهاردة اول حلقة اه اعملها عن بطولة افريقيا. بعد مقراط مصر وكاب فردي بعد التأهل الغريب. خلينا اقول الغريب اه اه لدورة 16. ما يا واحد من الناس انا بحبهم اوي بحب كلامهم فكورة واحد اسلوبه كده وكارزما جميلة عادي مسأل فل يا قبطان عادي. مسأل فل. يعني منور الدنيا. بنا خليك والله. اول مرة حد يغطي عليها في الشعر البيض. اه لأ. انت جاي يعني انت مش وحش. اه جاي على الطريف. اول الطريف بس خلاص بقليت حد ايه يسحب مني الاسبروت في الحلقة دي. احنا افضار بعض في الموضوع ده. اكيد طبعا. يعني بداية كده. انت ما شفت المجموعة في الاول. في اي في ضرب الخيال ان يحصل معنا الكالكاة دي كلها. بص انا جاي لي كزا احساس. يعني فجأة او ساعات احس ان احنا لا ممكن نتقهل بسهولة. اه ممكن مثلا نكسب مطشين وتعادل مطش. وساعات احس لا احنا مش احنا اللي نعمل كده. مش احنا اللي نسهلها. اه بالضبط لا. ممكن مثلا نتعادل مطشين ونكسب مطش. اه نخسر مطش ونتعادل مطش. وها كزا يعني. لو طبعا الاقل نكسب الاولين ونخسر من غانا ويتبقى بالضبط. يعني بوس انا برضو كان اقرب سيناريو بالنسبة لي ان احنا نكسب موزنبيك ونتعادل مع كاف فيردي ونخسر من غانا. اول عكس. اول عكس. لو اربع نقط. بالضبط. بالضبط ونتقهل. اه لكن مفروض ان ادقنا مع فيتوريا. اه في المطشاط الودية. عشم شوي. في التصفيات. في عشم يعني. ابدأنا نشوف حاجات بتتنفس في الملعب ولعبة يعني في اماكن. كل واحد في مركزه ومفيش تأليف. الدنيا خلاص الراجل حافظ الفرقة. اه في استقرار مع المنتخب. فالواحد خلاص بقى داخله وحس ان انت مراد يبقى مع الجيل ده. اللي اتشوف حاجة مختلفة. يعني احنا يمكن الفين وسبعة عشر. كان بقالنا سبع سنين ما بنلعبش كاس امم. مع كوبر. الراجل كان عارف امكانياتنا ايه. وده كلام هيزعلناك كتير يعني. لان انا فكر ساعتها كله كان ينتخد كوبر يعني. عشان الشكل الدفاع اللي بنلعب بيه ومصر ومش احنا جماعة ما معلش يعني احنا معلش. احنا جاملين قوي. اه. بزبط. لا احنا معناش ابوتريكة. معناش متعب. معناش حسام غالي. معناش شوقي. معناش حسني. معناش حمد حسن. معناش زدان. واتقرة توحشت كمان. بزبط. وانت الكورة عندك ماتت اصلا من بعد الفين وحداشر. والحداث اللي حصلت. المواهب قلت ومفيش جمهور. وانت اصلا ما كنتش اصلا بتوصل لكاس امم. فكون ان الرجل بعد سبع سنين يوصل بيك. حتى لو بدأ دفعه وتلعب في فينال كانت بداية كويسة. لكن طبعا اللي حصل في كاس العام الفين وتمانتاشر طبيعي ان الرجل يمشي بعد اللي عملنا في ماتش السعودية. اه. الخطوة اللي بعدية انت الفين وتسعتاشر الكل اللي قال لك. لا ده موضوع بايخ وده متقيل. جدا. اه. وبعن انت بطول على ارضك. اه. فالناس قلت لك بقى تبقى الفين وسبتة. احنا انا الفين وتسعتاشر دي يعني منتخب كنت يفور فكرني بينا الفين وتسعتاشر. ما احنا ما كناش بالسوق ده والراضاءة دي يعني. بس يعني اه مطبعا مخرجوا بفضيها بجلاجل. اه طبعا. يعني دي مش حاجة عادية. اه. بس انا بتكلم ان انا الفين وتسعتاشر انا نفسي الاحساس كده ان انت منتخب ده بتاعك واتتيود اللي عيبة. ايه. وحاجات وقصر عبر واردة. وكمان بتخسر. انت مش نافع في حاجة خاصة. وانت كنت قابلها بشوية انت كنت بقى تبطوها على ارضنا طبعا احنا ممكن. بس اللي حصل بقى فكرة الجمهور اللي حضر بشكل معين. وآآ ان انا مسلا عايز ناس معينة بشي الجمهور اللي هو بيدخل بعشر جنيه وعشرين جنيه. اه. لا انا عايز الناس معينة. طب الناس ما بتشجعش. اه. زي تروح تتفرج. انت عايز مشجعين ولا انت عايز متفرجين. فانت فاهمني. زي طبعا اللي حصل. المشاكل اللي حصل حول المنتخب والاعلانات اللي طلعت. كان. بصراح ما دهوله كله كان بايخ عشان نستهل. نحن نخرج من. من دور الست عشر دان جنوب افريقيا. بزات. واحد وعشرين مع كيروش. كيروش ده ده تظلم. يعني كيروش ده اكتر مدرب تظلم مع المنتخب في اخر خمس ست سبع سنين. ليه? الراجل جي استهلا من المنتخب. وانت عندك مشاكل في مركز كتير. الراجل جيه وصلك نهاية افريقيا. كسبان المغرب. كنت يفور قادر بقى الجزاء. الكاميرا قادر بقى الجزاء. بس انت. انت بتبني جيل. وفي نفس الوقت. انت عندك مشاكل يا جماعة. خلينا نقول ان الكرة في مصر. مبقاش في مواهب. احنا عمليين بقالنا سبع تمن سنين. بندور على العيب في نص ملعب. من بعد حسني وشوقي وغالي. العيب بس بيمس الكرة ويرقص واحد لواحد. بس. انا كل طالبه كمشجع مصري. اننا اشوف حد في الدول المصري او المنتخب. لعب بيعرف يستلم الكرة تحت ضغط. وبيعرف يرقص ويرفع عينه. يشوت. اللعيب عندنا بتستلم الكرة وبباصي. كله شبهة بعضه. هتعادت فرج على الخط النص عندنا في 2017 وتسعتاشر وواحد وعشرين. كل العيبة. يعني بنكلم على سنقية النيني وطريق حامد. يعني اللي تنشبها بعض. ايه. انك بس طريق جرينت اكتر في الدفاع والكلام ده. اجريسف اكتر وبيقطع اكتر. بس. بس. العيب ستة اكتر بيقطع كورة. بمواصفاتك لسكية للستة. لكن انا عايز العيب في نص ملعب. يعني اشوف اقدر اللي هو ايه قدام مثلا قدام المغرب قدام السنغال. يقدر ياخد الكرة ويعدي واحد بس. حليلي بقى. يعني يعدي واحد بس. انا طالب منك تعادي واحد بس. مش اتنين انا مش عايزك تبقى حسني عبدالرب. مش عايزك تبقى قدوس يعني. مسلا. بس عايزك تعدي واحد بس. انا بقى لي اربع خمس سنين بدور عليها في نص ملعب مش لاقي. فده بيبين وبعين انت يبقى كله بتطولها تدخل مرة معنديش مهاجم. مرة معنديش باكلفت. مرة معنديش مش عارف ايه. انت المرات دي بقى المفروض. لا وكيروش اخترع اللعبة بالمناسبة يعني. يعني معندي مستماني في اول الموسم قال لك انا مش عايزه وراح في يوتشر. ده كممكن يبقى سنتين وتلاقيه فري يعني بالمناسبة. عادي جدا. عادي جدا. فالراجل عمل حاجة كتير جدا. وصلك نهائي افريقيا وخسرته ده من السنغال. خلينا يا جماعة نقول بكل صراحة السنغال هو اقوى منتخب بافريقيا. انت اصلا ازاي اصلا ووصلت معهم لضربات جزاء. بزبط. انت قدرت تسد معهم لحد موصلت لضربات جزاء. بس المرات احنا المفروض بقى ان احنا يعني. وكمان في تصفات كاسة عالم برضو انت خسرنا دربات جزاء. طبعا. وكس بين واحد صفر. احنا معيشش السنغال معليش يعني. انا اخر افتكر اخر فوز كسبناهم كان ماتشتين واحد بتاع بتاع عمر زاكي بتاع الفين وستة. احنا حتى لما لعبناهم في الفين وخمستاشر مع شوق غريب. احنا خسرنا هنا في القشرة في الدفاع الجوي. اه فاكر او. فلأ. فالراجل ده عمل يعني الرجل وصله للحد الاخر. طب ما تسيبه ويكمل. اه. او انت دلوقتي فاكر ان انت بجودة اللعيبة اللي عندك دي هتلعب لعب زي بتاع جيلة الكابتين حسن شهتة. استحق لها. ما انت لازم تنزل على الارض الواقع. لما تلاقي في مدرب واثنين وتلاتة واربعة جم مسكين. انت شايف اللي ده كله شاه بعضه. مشكلة في مدرب. واللي بيعمل معاك نتائج بيعملها بالطريقة دي. واللي جيه. قال لك لا انا هلعب كرة. اسمه اي دي بتاع نصر معلقة بينزل بين المسكين. اه. انا فاكر اجيريا. اول موتش علي غزال كان موجود. ايوة. وقال لك ايه بص بقى المدرب ده بيعمل ايه بقى. علي غزال. والهجمة معانا بيقون نازل. السنتر باك بيفتحه. وبص شكل. يا عم الحاج ده احنا لسه احنا باللعب منتخبات اصلا. على الله. مش فاكرين اسمها اصلا. ايو. فاحنا يعني. بفيش مدرب جيه نجح معانا الا بالطريقة الدفاعية. اننا بقفل. بس. واحنا شايفين هنتكلم طبعا عن اللي بيحصل مع المتخب دلوقتي مع جيتوريا يعني. حل. فانت احنا كلنا قبل البطولة. يعني متعشمين في ان انت عندك في كل مركز دلوقتي لاعب واتنين بشكل مميز. نتكلم على مصطفى محمد مكسر الدنيا في فرنسا ومرموش. اه صلاح تريزي جيه. انت جاي بمصطفى فاتحي وزيزه نفس القصة برضو اتنين من احسن الاجنحة في الدول المصري نص الملعب بقى عندك تنوع وعندك امام لعيب. نوعية اول مرة تيجي من زمان. بس دي النقطة اللي انا بتكلم فيها. طبعا مش هو اللي هيعود شوقي وحسني وغالي ومش عارف ايه وكلام ده لكن لعيب على الال يا جماعة بيعرف عنده حل. يعني مش عايزة اقول لك حاجة فوجة نظر يعني. هو عنده يبقى اعلى من الناس دي كلها. امام يعني اقول لك على حاجة بجد بحاجات اللي انا النهاردة يعني انا فعلا فعلا من زمان كنت مسلا باشوف نوعية اللعيبة كده. اه يبقى مسلا بيني وبينهم كلام. اقول له يعني اه نفسي يبقى عندنا لعيب مسلا. بيبقى هو مسلا لعيب نص ملعب عنده مهارة او بتاع. فبقول نفسي في لعيب فعلا نص ملعب زمان دي كنت بتقول بالزبط بيمسك كرة يروح واحد على واحد. فيه شوات الموصفات من الجناح. اه لو تزنق يشوت. لو تزنق فيه واحد على واحد. اه ما يبقاش الكلام ده بس ما يرفش يدافع. عشان هي دايما اصلاها كده. ايوة. يا كده يا كده. اه يا كده. لا انت النهاردة بصراحة امام عشور اخسن بالله. انا ما شفتش حد بالتكامل ده. مش بقولك ان هو وصل لأعلى حاجة. بس اه ما شفتش حد ديقولك حاجة. عنده انه يبقى متكامل بالشكل ده. انا ما شوفه بيعمل كل حاجة. سريع بكورة زي زي الاجناحة. وسريع بكورة جدا لان هو متعرف في الاساس جناح. اه طبعا. اه لو زي انا يشوت ما ادفع. بيلمينه بالشمال شغال. طب ما بيرفش يدافع? لا ده بيدفع وبيرجع يجيبه الكرة ويقوم يجري بها اربعين متر. صح. يعني كلمة بوكس تو بوكس تعملت عشان نوعية دي اللي هي بوكس. ده الرجل ده فعلا بيروح من البوكس للبوكس. فان امام عشور انا بقول لك فعلا انا عارف ان دي افوارة وانت بتنفخه في اللعيبة وكل الحياة الحلوة دي. شغال على قد ما انت بتدور بقالك ست سبع سنين مش شايف لعيب بالامكانات دي فلما طلع فانت بتديله بقى اللي هو ايه. لا انت تاخد كل حاجة. ليه? لان انا مش لاقي. انا مش لاقي ليه? لان انا عندي مشاكل في كل الفرق. انه كله يا جماعة اللعيبة كلها شغال بعض. وتلاقي لعيب يدفع فيه عشرة وعشرين وتلاتين مليون وبيستلم وبيباصي بالعافية. والله العظيم. طب يا جماعة فين الامكانيات طيب. يعني الديني كان عيب في نص ملعب في الدولة المصري. بعيدا عن امام عشور. العيب تمانية. العيب مسلا بيقدر يعدي واحد لواحد. يشوت. يرقص. لو يستلم يعني اللي هي مش اقول لك بقى مش مش هوس مش هوبها جعلاص وقول لك الهافترن وكلام ده. بس يستلم ويرجعاش تاني لزميل. ولأ يستلم ويلف في روح. مفيش. 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 مفيش حد. هو مفيش حد حد بيستلم اول لمسة القدام. يعني هي اول لمسة الورا. علشان بس بقى. مش حد مسلا وكرة جياله بيفكر مسلا كده ايه. يرمي عين كده يعمل سكان للملعب. يشوف مين جاي حد ضغط عليه. بتفرق على فكرة. الثانية دي بتفرق. ممكن يكون فيه لعيب متحرك في مساحة او لعيب لوحده. انا الثانية دي تفرق معي ااخده كرة وارروح الدهار وعطولي روح. او عاملها وانت اشتلم الكرة. ووشي للجوم بتاعي فهرجعها تاني. وانت ترجع لي وانا ارجع لك. اوليف في ثلاثة ايام مسلا. مسلا. فالمضعه بصراحة صعب جدا. فانت دلوقتي عندك لعيب زي ده. عندك لعيب زي مرة اعطية الرجل يعني في كاس العالم الاندية. بدأ الموسم اوه مش احسن حاجة بس كاس العالم الاندية كان في البيت بتاعه. هو العب في نتكلم بقى في الومانيزي والتحجات ده. واجاد واجاد يعني. فخلاص عندي لعيب هو العيب ستة بقى عائل. يقدر ياخد الكرة يطلع بها من البيت الدفاع. العيب يغطي المساحة بشكل كويس. مش غاشين بيلبسنا في اولاد في اماكن خطيرة. اللونج باس بتاعه كويس. بالضبط. لقدام. بيعرفي قريب ما لعب كويس. لعبه فعلا زي ما انت قلت كده. حتى كمان اللونج باس بتاعته بتطلع بشكل كويس عالطراف او حتى قدام. وحمدي فاتحي بقى لعيب من غير الكرة يقدر بقى ان هو يطرد المساحات يضغط عالي يلعب يكامل يلعب دماغه وعندك النني. وممكن انت لعب زيزو في حتة اللعيب. تستفاد منه بقى ان هو لعب بيعرفي حطه كرة تحت رجله. يعدي واحد لواحد. لعب بيعرفها بشكل كويس. مجهوده كبير. الوكريب بتاعه عالي. بيدافع وبيهاجم. مع ان انا محطوش في التلاتة اللي بيدافع في نصف. مع بص بقى. مش اول اختيار. اقول لك بقى حاجة. انا ماتش النهاردة. احنا بقالنا طلب ماتشوت. تمام? بنلعب شوت واحد. اه. وشكل المنتخب ما بيتغيرش. الا ما بنلعب اربعة اربعة اتنين. يعني الناس كده تركز كل اه شوت تاني. كل ماتش. بنلعب. لما بنلعب اربعة اتنين. لما بنزل. اقول لك حاجة كمان. اه اه. كيروش. مع كيروش. في البطاقة اللي فاتت ما كناش بنلعب الا بربعة اربعة اتنين شوت تاني. الناس حتى لو تفتكر الماتشوت. المنتخب ما كانش بيتشقل بحاله. الا لما نقرر ان احنا جماعة زنقنا عايزين نكسب. نعمل ايه? لاب اربعة اتنين. ساعتها انت بتلاقي فيه كمية من لعيبة الكورة الحريفة او اللي عندها امكانيات بتشوف شكل في الملعب. يعني انت بتشوف مثلا تريزيجيه مرموش مصطفى صلاح او زيزو. انا عندي اربع لعيبة عندهم حلول. احنا اول ماتش لعبنا اربعة اربعة اتنين صح? المرة دي. اه موزم دي. اه لعبنا اربعة اتنين تتا واحد. بس كان زيزو لا يعني كان صلاح جوه طول الوقت. اه. انت تقولي اربعة اتنين تتا واحدة اسيزو صلاح عالمين او عمر لبش كنته عالمين. لا 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 صلاح صلاح اول ماتش اول ماتش اول ماتش بزيزاية. اول ماتش اول ماتش صلاح كان بيلاعب عشرة. ايوة. كان بيلاعب عشرة كان بيلاعب تحت مصطفى. وده مش مركزه اصلا. زيزو عالمين. بس انا لا انا ملعباش كده صلاح مش هياخد مش هيستلم بضهره اه للجون ويقلو شوي يلف انا مش هسلمو لاتنين اللي نص الملعب ب... هي ايه كتب اربعة اربعة اتين اقرب يعني. يعني هو بص انا كنت انا يعني انا اتفرجت عماركش. اريها كده اه. بس خاصة في الطلاب الكرة. يعني في الطلاب الكرة صالح كان بينزل. اوي. خلاص انا انا ما شوفش الصلاة حتى معيشش عدي واحد. على واحد ولا مرة. فحتى كيروش كان برضو بيتزنق كان بيلعب اربعة اربعة اتنين. فانت النهاردة حتى كمان لما تزنقته موضش اللي فات ما بقاش ليك شكل إلا ما بطلعب اربعة اربعة اتنين ولما اللعيبة بتتزنك وتحس ان انا عايز اكسب. فلازم اعمل كده. دي اللي هو اتنين بقى في نص الملعب خلاص بقى. بس انا عندي بقى امام بقى ايا كان امام مجنبي حمدي امام مجنبي مرون ايا كان. انا بشوف بقى لعب. بلاقي عندي جاب هايمين فيها مثلا محمد داني او عمر وقدامه زيزه او صلاح الناحة التانية تريزيجي او مرموش. وبقى كده بتلاقيه طبعا في قلب مصطفى محمد ومرموش بيخش معاه. فبتشوف شكل للمنتخب. لكن هي المشكلة بقى ان انت يعني بتحاول تعالج الموضوع حجوميا فبتدرب منك دفاعي. اه. يعني انت مش عارف تلمها على بعض. يعني كيروش الراجل كان واقف اللعيبة صح? واللعيبة يعني كانت حافظة مكانها زي فكر الكوبر. ان انا خلاص حافظ مكاني. نفس الكنسبت اه. بنستقبل هدف بصعوبة. اه. طب فيتوريا بقى. اه. ليه بقى احنا عندنا. بجد انت تحس انا وانت بروحنا عملنا دابول بوص هنعدي. اه. يعني بجد النهاردة بالزيت. اي حاجة بتيجي ناحة تانية حاجة غريبة جدا. هو معقولة. يعني انت مثلا كسبان اتنين واحد هو ده. انت مش عارف ان غانا متعادل. اه. فكرة. 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 اول حد يوحد سين كانت نصف. اه. فكرة كسبان. فمعقولة انت فعلا جي فيك جون. انت عارف انه هيخرجك. بالسلاسة دي. يعني. ايه السهولة دي. ده هما اصلا بقالهم نص ساعة ما عملوش هجمة ولا عايزين. انت متخيل ان احنا باللعب كاف فيردي بالاحتياطي. اه. سبعة. سبعة. يعني ثلاث لعيبة اساسيين. واحنا منتخبتان عايز يكسب ويوصل. احنا باللعب كاف فيردي ويطلعب بالاحتياطي. وتعمل فينا كده. السهولة دي ليه بقى. السهولة دي. بص فيتوريا يشيل تسعين في مهمة اللي بيحصل فردي من مصطفى وتريزيجي اللي هم احسن اتنين لعبة في المنتخب في تلعب ماتشاته واللي شالين المنتخب. يعني المنتخب هو عبارة عن مصطفى محمد وتريزيجي وهنتكلم عنهم لوحدهم. وتحط معهم مرموش. مرموش شوت واحد بس ظهر بصراحة الماتش اللي فات. لكن تريزيجي تبص على تأسيره في تلعب ماتشاته هو مصطفى. مصطفى ثم تريزيجي. وهنتكلم معانهم بالتفصيل لوحدهم. بس فيتوريا بقى يعني الاخطاء متكررة كل ماتش. يعني يا دوب النهار ده بس ايه زبط الحتة الاختيارات اللعيبة. كتشكيل كبداية. كتشكيل. لكن تعال بقى يعني اتفرج على وقفة لعبة في الملعب ايه ده جماعة؟ لمركة الشباب. والله العظيم بجد يعني مش ممكن كل كرة تتراح علينا بفرصة هدف مؤكد. انا بقولك دي حاجة غلط دي. انت لعبت اربعة انت ات واحد. ولعبت اربعة وحامدي. بتغير الافراد ونفس المساحات موجودة هي هي. ده غير بقى ان خط تدفاعك يعني مش هقولك بقى ان هم سرحانين. لا ده كل لاعب بيلعب في ملكوت الواحده. الجون الاول دخل النهاردة ده كارسة. يعني ان انت تشوف اتنين اللعيبة وقفين في المنطقة دي على النقطة بتاعت الجزاء. ومنع محجازي ومحمد هاني لا حد بيرحل. ولا في حد شايف اللعيب تتحرك ازاي. ولا اللعيب حتى مرون دخل جوة المنطقة عشان نقفل مع اللعيبة دي. العبام كملها جوة المنطقة. ساعت وانت بتهاجم قوي قوي وكل تفكيرك انت تجيب جون فانت يعني. طب ما احنا بنستابل الهدف واحنا واقفين حتى في اماكننا. يعني انت المطش بتاع غانا. انت بتستابل الهدف وانت قف في مكانك. اه. يعني انت واقف في مكانك. انت محطش مسلا انت مش معقول لك تحول فانت برا كل حاب برا منطقته فلسنا نستقبل الهدف. لا انت واقف في مكانك وبتستابل الهدف وبسهولة. يعني انت مثلا تلاقي في الماتش يشط عليه نشطين. جنين. اه. بس. او تلس شطات جنين. ايه ده? يعني وانت كمان مفروض بقى ايه? المعروف ان انت في البطولات دي اللي بيدافع كويس هو اللي بيكسب. ليه? لان انا لو مدفعش كويس هجيب وهستقبل. بالزبط. انت. انت. ده ما حصل معنا احنا احنا عجبين ست جوان. بدخل فين ست جوان. بالزبط احنا لو كنا خسرنا. اه. فرق واحد. كنا نسعد تاني. تاني من نقطتين. يعني في ناس تانية ممكن تيجيب تلاتة او اربعة وما يسعدوش. اه. انت بتسعد المجموعة. ده يا جماعة احنا ده حاجة في عالم سمسم. يعني اصعد تاني من نقطتين. وبعندما انت هتخيل بقى ان احنا كان غانا فضل الكسبانة اتنين واحنا جي فينا جوم الشكل ده. ما هبقول لك في كده. انا انا اللي مديني في الجندة. انت عارف الجندة لو جيه. بعد ما صفرة مسلا ناحد تاني احنا خلاص عارفين انه كده كده ما بقيتش فرقة. فالجندة جيه نتيجة يعني تكاسل. لكن الجندة جيه. واحنا فاكرين ان الجن ده يخرجنا. وحتى لو انا عارفنا اتنين اتنين. انا 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 جيب جون وفرحون في ديئة خمسة وتسعين. ليه استعب الهدف بالشكلة ده? من اول هجمة. تروح علي. لأ. طب انا عندي سؤال. اللي في الترحيل والتنزيمة الدفاعية. انا مش شايف ايه التنزيمة الدفاعية المنتخب في التلاب مطاط. انا مش شايف شغل مدرب. اللي بيحصل من المنتخب في البطولة دي لحد الوقتي. انا كان لحد الوقتي للموارد ان ان انت تتحول. هو بيعمل ايه? يعني برضو المدرب بيعمل ايه? مسلا يعمل ايه? ان مسلا قدوس كله انا اخد الكرة ويعديها على واحد مسلا. انت الراجل هو بيروح وبيقابل واحد هو بيقوم رقصه. حلو جدا. كل مرة. مش حلو. طيب انا دلوقتي في رقم واحد اختيار اللعب اللي بيلاعب على قدوس. اه. اه. ده قدوس نازل لاعب على عشرة. وانا قريت الجيم. مش نيني? بلعب لعب لعب بان آرسنال. تشرحك ورقب. علعني واحد لراصي. يعني. علعني واحد لراصي. انني شخصية. لا. لا لا لازم اقول. لازم اقول. انت بثامت المقدمة دي انا اه. عشان اقول الكلماتين اللي بعدين. انني شخصية محترمة جدا. رجل صاحب موقف اكتر من العبه كتير ورجل مش بيتكاسل او مش بيتخزل وبيتضع اللي عنده كله بس هل انني يصلح للمركز ده لأ هل انني بلعب مع ارسنان لأ انا ازاي احط العيب ستة ما بيلعبش اصلا مع فرقته وده مش دوره وما بيعبش قطع كورة وما بيلتحمش مش بتاعته ومش سريع كدوس بيجري من جمه مش قادر يجيبه احط العيب الصح طيب انا شفت حاجة زي كده اقرب شوية المسافة اللي بين انا شايف العيب ده عمالي يشتغل في المساحة اللي افضل من نص الملعب اقرب شوية خط الدفاع من نص الملعب اه امنع اصلا ان كل الناس توصلوا اقفل زوايات تمرير على فكرة انني مع كوبر وكيروش كانوا بيستغلون ان هو بيقفل زوايات تمرير ان هو فكرة ان انا مش هضغط بس انا واقف بقطع زوايات تمرير اقضل حلق بطريقة دكتكية بس الناس حتك بتقولك هو ليه بيلعب انني تبدأ ثمانية ليه او ما كانش بيقطع ما كانش بيضغط بس هو بيقفل بس بس خلينا نقول انه حتك بيلعب في ارسنر طبعا النقطة بس الاجانب كده وفي ناس وقت ما فيش لعيبة عندنا عندها امكانيات بس الاجانب عامة اشان انا اشتغلت مع برد شوية وكونسبت الاجانب كلهم من اللي انا حتى عرفته من لايبة هم مختنين ان اي حد بيلعب في الدور المصر بيعرفش يلعب لا 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 بجد هم مختنين فهنا هشوف عندي كم محترف برة او وهم دول مبدئيا كده وهفضل ابدأ اسكن الاماكن الباقية اللي ما فيهاش محترفين لا دي عندهم قناعة حقيقية او ما اكيد لو ما اتفرجوا على الدورة عندنا يعني تا ماشي تا مالشي هو رجل كان بيلعب بمروان وحمدي انا بقولكش ان هي دي قاعدة صحيحة يعني لا لا بس انا بقولك دي دايما هم اول اختيار بتاعهم ده تمام جدا هو رجل كان قبل بطولة كان بيلعب كان مثبت مروان وحمدي والنيني ليه فجأة قررت انك تخلي نيني ستة اه دي حصل لا حصل فعلا حصل فلا بصها يعني هو فيتوريا اختيارت والافراد غريبة جدا حتى التغييرات يمكن النهار ده اكتر مطش اختيارات متزنة بقى نوعا ما والتغييرات كمان منطقية نوعا ما يعني ما اتاخرش في التغييرات قلب الخطة بدري بين الشوتين نزل الكهرباء عشان يلعب يلعب اتنين راس حربة نزل مصطفاتح عشان يشتغل ناحية اللي مين اتغييرات كلها كانت من بدري لأ فتوح مثلا معيني فتوح يعني المفروض انت لعيب زي الفتوح ده ما ينفعش قصلا بعدك بس هو بعيد عن المطشور زي النيني طب قديره ربع في ربع في المطشين اللي فاته مش اجيه النهار ده كده فجأة يالله انزل طب انا مش مجاهزه بس ان كويس والله شوت كويس مش وحش يعني لا بص فتوح ما قداش شوت اول كويس بس فقوه في الاخير انا بعزوره ليه لان انا مع عدو يعني هو اصلا بيلعبش مع فرقيته وانا جايبه وما تلدوش مطشين يعني لا مثلا خمس داقيق في عشر داقيق في ربع ساعة ما عملتش كده وجيت فجأة يالله انزل النهار ده في مطش مصيري طب لأ مهو برضو بدنيا مش هيقدر مش منطقية فانا برضو ما جاهزتوش ودي نقطة مهمة فالفكرة مش فكرة ايه انتو عايزين ده جماعة طب يلا هو هيلعب لأ ما انت ما جاهزتوش مصطفى وترزيجي بقى طيب مصطفى محمد هو نجم المنتخب لحد دلوقتي حصول هو اكتر لعب يبزي المجهود في الملعب هو اكتر لعب يموت نفسه في الملعب هو اكتر لعب بيدافع عن شارة المنتخب ومش فارق مع اصابة وده باين في التلق مطشوت موجود كل حتة في الملعب وترزيجي بقى في الكور ناخده واحدة واحدة كل كور بيطلع يشترك فيها مش خاطة من الانتحامات بيجري على كل كور تعالى نبص بقى على تأثيره بقى للرقمي هم نتكلم على المصطفى اول مطش جاب جون وصنع ضرب الجزاء بالزبط المطش التاني جاب جون مطش النهاردة جون طب ستتعرف النهاردة لغاية قبل الجون كان هيخرج يعني اكل بس فعو في الاخر انا كمشجع اقدر اللعيب اللي بيموت نفسه في الملعب بس مش اللي هو بيتكاسل او بيكبر ويخلع او الكلام ده لأ انت بتكتهد وبتعمل اللي عليك وبعد كده بتحاول ان انت بقى تلاقي ده مردود ده في الملعب فهو الراجل في تلاب مطشاط مؤثر جدا عن مصطفى الرقمي وانت اللعيب الوحيد اللي حاس ان هو هيشيلك كده بالنسبة لمصطفى محمد فالجمهور بيقدر يعني محدش يقول ان الجمهور بينتقد بس او بيقطع بس انا عايز اقولك ان السنة دي بجد انت بتتكلم ان عشا من الناس في اتنين ثلاثة هما من دونهم او على رأسهم مصطفى محمد لزبط والناس بتقدر محدش يقول يا جماعة ان الجمهور بيظلم اللعيب وجمهور بيخسل اللعيبة وبينتقد اللعيبة وبقطع فيهم لأ الجمهور معلش الجمهور اكتر يعني اكتر فئة ممكن تديك حقك طبعا كله بيتكلم بالعاطفة المطش بيقول لسه خلصان سوشال ميديا بنزل بوست بس فقوف الاخر انا ايه انا عشان بحب انا عشان بحب المنتخب وبحب اللعيب ده فانت بتامل اللي عليك انا هديك حقك طب ما بتاملش اللي عليك هنتقدك طبعا في ناس تانية بيتامل حاجات تانية بس فقوف الاخر هنتكلم على الجزء الصحيح او السليم جزء المطقي محمد اكتر لعفة تلات مطشات يستحق الاشادة حلو بيبوت نفسه بص على تريزيجي تريزيجي اول مطش دينا مكانش معها حسن حاجة بس بص على تأثيره في المطشين التانيين رجل مطش التاني اه نزل عمل مهمة جدا في الجنب تعمل مصطفى بالزبط طيب بص عليه النهاردة لا النهاردة بيدرب نار مش هارلك بقى تأثيره مش تأثيره بيدرب نار لكلامه بعد المطش انا هو عادت اهلي ان احن نرجع بطولة دي وبيعاية طبعا بياخد جهازة رجل المباراة في اخير اربع سنين كان تريزيجي جزء منها وجزء رئيسي من اول الصعود لكاس العالم بالزبط واكتر لعب انت كنت بترمي عليه يعني مثلا انه حتى تاني يا صلاح ما كانش بيرجع يدفع تريزيجي كان بيرجع تريزيجي يروح يا باشا ويرجع وتعالى وصلاح يفضل قدام حاضر وما خدش سكسين متناسب حلص ليه? لان هو لعيب ملوش في اللقطة هو لعيب غلبان بيشتغل على نفسه طبعا يعني مسيرته بفوتة بقى احسن من كده لكن هو مع المنتخب تقول له يعمل كل حاجة بيموت نفسه في المرأة عشان كده دايما ما حاجب يتكلم عليه ما حاجب ينتقده ما حاجب ينتقده خلص لان هو بقى بيموت نفسه في المرأة صعب تلاقي الموجة علي عليه يعني صعب حتى لو مش ليه لان الناس عارف ان ده في رصيد مش جاي هنا يعني يلعب طاقة واجب او على الواقف لا ده جاي هنا يموت نفسه عشان خاطر المنتخب فاتريزي جاي برضو لاتاني لاعب مؤسر جدا مع المنتخب وشايل خط هجوم ده فمتيجي بص بقى على بقية اللعيبة يا معشور شوية انا حط بصراحة انا النهاردة كنت ترديله هو رجل المبارأ اكتر من تريزي جاي نهاردة امام اه يعني على مدارة تسعين دي لا ايه كم الجاري ده ايه كم الجاري ده ايه كم الجاري ده ايه كم الجاري ده امام بص هو امام يعني فعلا ما شفتش ده من زمان وبعدين يعني ما شفتش اللي فات ديها سبعين ديها ثمانين مش فاكر مشوار اخذ الكرة ستين متأمين انا ما شفتش حد بيجري بالكرة بسرعة اصلا مع انه اثر في جون الاول برضو حان نتكلم نهاردة اه الجون الاول اللعيب بيستلم الكرة وانا اقف ضهره انا عايز اسحب الكرة من بين رجله طب ازاي يعني من ضهره هو مديك ضهره هتسحب الكرة ازاي وفضل يعني سنتين ثلاثة بيحاول ياخدوا كرة وقف من ضهره كانت ماك لفت وخدتها اه او عمل تاكلينج او زقيته عشان الكرة في اخر توصل الى هدف فينا يعني لكن اه معشور ومرموش يعتبر في المرتبة التانية من اللعيبة اللي قد تلع عليها فيه بقى لعيبة تانية بعيدة خالص انا مصدوم فيها رحمة العبد المنعم من العشم بقى بجلمك بجد من العشم فعلا الناس كلها مستنيه عبد المنعم ان هو بقى انت بطولة دي هجيلك عادي احتراف اه انت بتامل ايه يعني انت بتامل ايه فعلا بجد انا نعرفش والله هو بعمل ايه فعلا يعني يعني عارف انت اللي هو ايه ده دعوت واحد اهلاوي قال لك رب عبد المنعم يتوفقش البطولة دي عشان ما يحترفش اه حيان انا اشغل كده انت بتامل ايه في الملعب الشناوي انا راجل اهلاوي هو الناس عارف ان انا اهلاوي انا بتكلم بحقق رب عبد المنعم الشناوي سايق جدا جدا نهاية وكل كرة انا خايف مع ان الشناوي عنده حصل من كده بكتير لا ومفروض ان الشناوي ده اللي بيطمن اصلا بالزبط فعني خط الدفاع مش مطميني منظور الدفاع مش مطميني حتى كمان الجول بتاع مش مطميني فانا انا مفروض ان انا اعمل ايه بقى وانت بص حمدي فتحي احنا عارفين ان موضوع قطر ده بيخلي اللعيب يعني ينزل داون جير جامد او في المشتوى فنيا حمدي فتحي مش موجود يعني حتى الدور اللي عمينه حمدي من غير الكرة اللي هو كان مميز فيه فكرة الضغط واستخلاص الكرة والفدائية وان انا اجل وكامل ولعب حمدي فتحي مش موجود وعشان كده انا قلت ممكن في اخر فيديو ولما ارتلت حتى على اون تايم قلت يا جماعة طب ما نجرب يعني بيقول ان حمدي بباصل اني واني بباصل الحمدي انا فاقوه في اخر دلوقتي بلعب بالنني وحمدي او حمدي ومروان وعندي بشكل دفاعي قد كده ايه الفكرة مش فكرة بقيتش فكرة بقى هي فكرة تنظيم انا ممكن يعني فكرة واجبات ادوار يعني ادوار انت مطلوب منك تعمل ايا كان اسمك يعني ايه دي الفكرة طب حمدي هو ما فيه بيقطع الكور هالحمدي بيقطع ما بيقطعش طب انا بقى خاص ايه بحط العيب بقى بيلعب كورة في نص الملعب يعني لعيب لما كورة معا ما رجعاش تاني الورا لا اطلع بيها القدام خد بالك ده كان المطلوب من النني او تلعب بربار بار بار اتنيه ده كان المطلوب من النني مفروض بزرط او تلعب بربار بار اتنيه بس هو النهاردة مره ما اعطيه برضو هو اللي خلى يعني ايه مثلا انني لغاية مطش اللي فات برضو في جاءت نظر بتقول ايه اصل اللعيب ما بتحركش هو لو كان في فرص كان هيلعب لقدام هو مرورة نعطية بين لك انه ينفع يعني اه بينكش الكرة هو شايف الملعب لأ هبص على حاجة يعني انني هو يعني زي ما قلت هو شخصية محترمة جدا وانا بقدرها محترمة شخصي لك انا على مدار فتوته كلام على المنتخب ولعبوا الكرة انا مش عارف والله فعلا هو ايه الحاجة اللي يتميزوا بامان طب حتة ان صلاح مش موجود هروح قصة الصلاح دي اكتر بس صلاح مش موجود في الملعب فالفنان احسن انا بشوف برضو ان القصة دي تحس ان فيه يعني مثلا مرموش بماتش اللي فات اول ما رشوفه بيعدي واحدة على واحد وانه هو يحس ان ده مطلوب منه هو انا تحس انك في الاول ما حدش فينا مطلوب منه الكلام ده الكلام ده الكرة بتروح هناك عن صلاح صلاح بقى هو اللي بيوزع فدلوقتي مفيش صلاح فبدأت الناس تاخد ادوارها على فكرة هم مقدرش يلوم صلاح على حاجة زي كده يا طبع يلوم عليهم مدير فاني اخام واحد يعني لكن تحس ان الدنيا فكت بص اولاك حاجة فيه ناس ربطت وعنده بحق يعني بان صلاح يخرجه من الملعب خلاله المنتخب يلعب احسن بس هو على فكرة احنا زي ما قلت انت دايما شوط تاني مع الرجل ده ومع كيروش انت شوط تاني بتزنق بتلعب كورة في وجود صلاح ومن غير صلاح وفي وجود صلاح مع فترة كيروش فهو كده كده صلاح لو كنكمل معانا ومجود شوط تاني وحنا خسرينين كنا نلعب كورة برضو ليه لانك خسرين وعايز تلعب احنا بينا رد فعل يعني احنا بينا منتخب رد فعل يعني انا منتخب رد فعل يعني انا منتخب شوط تنزل ألعب وسجل واجه بجونين ثلاثة وبتاعه وابقى انا المتحكم في رتم تسعين ديئة ودي حقيقة منتخب مصر في الفترة الأخيرة من 2017 من بعد يجي لحسن شهتها ببقاش يقدر يبقى هو الفعل لا انا رد الفعل انا مش هقدر اتحكي في موضوع يعني خلاص يا جماعة بقى فيه جاب كبير قوي بين غينيا بيساو وغينيا الاستوائية وبيننا والله العظيم ما بيهزر يعني منتخبات أفريقيا سبقتنا بكتير تتفرج على سيستم اللعب النهاردة احنا باللعب الصف التاني الكاب فيردي يعني الصف التاني اه دي حاجة انا مش فاهمها برضو هما اولا هما جامدين كده ازاي يا ما اخواص هيلكب الصالحة الكرة خلاص اتغرت عن زمان خلص على فكرة هما برضو يعني هما على رأيي كان مش فاكر من كان بيقول مبارح انت عادوا انت مش في دماغك بتلعب حسن ماتش في حياتك فهما برضو اللي نازلين دول اولا ليهم اهداف شخصية السبعة عامية اللي نازلين دول اكيد يعني ايه الثلاثة لا ولما عازوا يحطوا حطوا جون عادي جدا بسهولة فاضل دقيقة هجي نجيب جون عادي جدا وبكل سهولة على فكرة يعني اللي انا عايز اقوله ان انت المنتخب بتاعك ما بقاش قادر يتحكم في الريتن وطوله ماتش ليه لانك بتلاعب لعيبة بيلعبه في ليفلز اعلى فاندها مختلفة في اوروبا بتأسسين صح حتى لو هم مش موهوبين بس حفظين ادوارهم وبينفزوها مية في المية الليفل اللي هم تحطوا فيه والتدريب اللي بياخدوه وكده وقوة بدانية بتساعدهم يعني دلوقتي لما العيب يترقص يعني الفة ليه لعيب تاني هو هو موجود قدامي عادي جدا عشان كده ايه تلاقي مثلا الشغل بتاع الدول المصري اللي هو لعيب عنداني عادي اتنين تلاتة هيجي هنا بيعادي واحد بالعافية ليه بقى هنا بقى انت هنا ببان هنا بقى فكرة الجودة انك بتقابل في الدول المصري او في دول الابطال افريقيا لعيب امكانته على قده لكن هناك لا ماشاء الله انت بتعدي اللعيب بتلاقيه هو تاني هو قدامك تاني فهيدي القصة بقى انت دلوقتي بتستنى تشوف المنتخب قدامك يخلص بنزين او يتقدم او تبقى انت مزنوق عشان عايز تكسب وتدقى تلعب بقى ايه تبقى رد فعل لكن انت مثلا هل انت شفت المنتخب على مدار السينية الفاتي دي نازل مثلا قدام اي منتخب من المنتخبات مش اقول لك بقى الكبار اللي فوق المتوسط شوية يعني اللعيبة مش متأسسة صح كل اللعيبة اللي موجودة في الدول المصري كل هم بلا السسناء معلش انا لو جبت اي فرقة من فرقة ما قبل 2010 في الدول المصري في اي فرقة محل طبعا مش قول اسماعيل وقاله زمانك امبي المقاولين وشفت اللعيبة اللي فيها اللي هي بيدي تلعب منتخبات دلوقتي مستريحة اه قمانت ربنا ليه لان اللعيبة دي متأسسة صح المنتخب بتاعنا اصلا يعني عشان احنا نقول مثلا ايه كل الناس قبل البطولة عايزين ناخد البطولة عايزين ناخد البطولة هو اصلا ده منطقي مش منطقي اه طبعا مش منطقي طبعا متتفق معايا كده نا بس هو هي الفكرة ايه بقى يعني المضوع روح يعني ايه انت لها تاخد البطولة فانت هتخد عشي انت هتموت نفسك في الملعب بس فكرة بس مش شرعين انت احسن فرقة بس الجيل ده هو احسن جيل فيه لعيبة من بعد جيل حسن شحيط يعني من حيث التكامل في كل الملاكز ايه بس انا بقول لك حطوا بقى في مقارنة بس بقى مع نيجيريا مع نيجيريا هتلاقي وورا مش عارف مين ونص الملعب بتاع ايه نيجيريا السنغال حتى المغرب لو هتكساوه هتكساوه نفسيا مش شرعين انت اعلى بس كده كده مش خطنا مع عشمال افريقيا كده كده اخد بالك النص خديم من المغرب والله يعني مش مخيفة بالنسبة لي بصراح خالص لا هم المغرب عامة في اللحظة اللي احنا فيها المغرب عامة ما بيلعبوش كاس امم مش بتاعتهم يعني جاو بقى الحر ورطوبة وملاعب دي هم متعودين على الجاو في اوروبا عشان كده كاس عالم خد منهم ضرب نار يعني كاس عالم حتى 2018 لما كان معاهم اسبانيا والبرتغال كانوا هيصعدوا وإيران على المفتكر كانوا هيصعدوا على اخر اللحظة البرتغال اللي فاتت طبعا كاس عالم رابع فكاس امم لا مش بتاعتهم اللهم حتى كمان بعد يعني بعد كاس الامم او بعد كاس عالم 2018 جوا هنا مصر خرجوا من بنين مش فاك 2019 انت حدث مين المرشح للمطولات السنغال طبعا السنغال طبعا بعدها السنغال انا بشوف الناجيريا ناجيريا اللي عندها بس مشكلة ناجيريا الشخصية العيبة هناك يعني منتخب تحسنوا عنده الشخصية لكن كان لعيبة وسيمين ايوبي لوكمان بتتكلم على تشيكوزوي موزي السيمون عمر صادق اونيكا الرجل اللي هو الستة اللي بلعب في برنامج عمر صادق استوى بعد قبل بتاع بس على الفكرة ناجيريا حتى بعد الماتش اللي كانت في برنامج كانوا واحد واحد بس من اكتر الفرق اللي شفتها خلقت فرص خلقت فرص وسيمين في اول ماتش مضيع سبع انفردات من اللي هما بطلعون من نص الملعب دول عارفهم اللي هما بطلع بقاش معاك حد وخالص اول ماتش كان بلعبه كل ما عليه هو بس لا ونسخة نسخة بتصنع فرص بشكل عاصل انت خد بالك يعني المغرب قدمها فرقة قوية وان انت تكسبها صعب بس انا بشوفهمش بيعملوا فرص محققة كتير يعني حتى ماتش اللي كسبوه تلاتة تنزانيا كان ولا كمين فاول تنزانيا اصلا مش منتخب تقيس عليه احنا كسبناها عاصلا ماتش ودي تنصف انا قصدي كان فاول تشطف نصف الجون الحدس رجحها اما مش فاكر من كملها وفي الاخر خالص جابوا جونين يعني الشكل تلاتة سفر البطولة دي المنتخبات الكبيرة فيها يعني بحينة عن السنغال ما تحسش ان هما خد بالك البطولة دي كان يعني فرصة يعني انت بص بص دانيا يعني بص يعني الرجل الهدف البطولة بتاع غينيا ده الرجل ده جاب خمس تجوان بيلعب في دوا دراجة تالتة في اسبانيا فرياسمه انتر سيتي وعندهم تلاتين سنغال وكان بيلعبك يمين زمانه رح حتة دلوقتي لا يعني بص بكلمك في ايه وهما اقول مجموعة على مين او مجموعة على كوتفورو نيجيريا طب بقول لك بقى لحاجة عشان ايه عشان ما تمطش الحلقة دلوقتي انا قصة محمد صلاح يلا بينا لان هي دلوقتي بالنسبة لي يعني انا مبالح بصراحة ايه شفت طبعا كل ناس عملت حلقة وشفت انت فيديو بتاعك فيديو مميز جدا وزي بقولك طريقة انا بحبها دايما يعني لان انت حقيقي قوي يعني فاهم بس انا بشوف انه لغاية النهاردة يعني فيه ضلع كان ناقص اكتمل برضو اللي هو تويتر بتاعترامي عباس معين انا عارف انه ممكن يبقى الناس ايه بتعتبرها حاجة سياسية بحتة بس انا هقولك وجهة نظري تمام اه وعارف يعني ان دلوقتي اي حد بيقول كلمة ما فيهاش هجوم ناري على صلاح بيبقى اصله هو واصلت خايف يعمل لك امفوله بس انا بسمع كلمة دي فاهم بس انا اخسن بالله اقولك كلمة بما يرضي ضمير يعني انا دلوقتي عندي سؤال احنا اه طبعا فيه كارثة حصلت اولا اه ان اول ما الموضوع ده حصل دكتور المنتخب طلع قال ماتشين قال اجزم ان هما ماتشين يعني ما قالش مثلا فترة ما قالش اسبوع اسبوعين ما قالش اسبوع اسبوعين قال مبارتين وما قالش حتى ان دي التشخيص الاولي ولازم ننتظر ماتشين خلاص فانا ناين في البيتنا عارف ان صراح موجود من اول دور التمانية اللي احنا غالبا هنوصله وانا في بالي كده يعني كان مواطن طبيعي يعني بعدين صحيح التاني يوم كلوب بمونتال اريحية وهو اصلا في موضوع تاني خلص يعني موضوع ده الجانبي اوي بالنسباله اما قالك ايه لو في الفاينال كان جهز تحس انت كالت بالقلم ايه صح اه بس فدي اول مشكلة زائد بعد كده طبعا ايه مسافر طب ليه انت قلته مسافر تمام فبيجي النهاردة اه رامي عباس يقول على فكرة اصابة من واحد وعشرين لتمانية وعشرين يوم وفرصة الوحيدة ان انت ان هو الراجل ده يروح يعمل اه يعني رهاب احسن حاج عشان اليوم بيفرق وانا مقتنع ان العضلة يعني الاصابة العضلية يعني في ناس يعني بحقيقة يعني في ان ده خطرة بترجعك في وقت وده خطرة ترجعك في وقت اكتر صح الترتيب يعني بتاع بعد ممتش يا جماعة اول حاجة الاصابة دي يا جماعة كذا 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 احنا عايزين الراجل يلحق في الفرص ويبقى الموضوع فيه شفاف شوية صح يطلع من عندنا احنا صح مش من برة صح اه الراجل ده هياخد ثلاثة اسابيع فعشان يبقى عندنا فرصة ان يبقى موجود فاحنا اتناقشنا معه وتناقشنا مع الفرق ولانا ان الاحسن انا احسس ان صراح اتسلم في الموضوع ده بالرغم ان هو اكيد ليه جزء من القرار انا انا مش مطرد ويقدر يقول يا جماعة مش مسافر وانا قاعد وايا ان كان ويبقى انا فاهم بس تسلم في الطريقة يعني فاهم فهي قصة او تعامل رديق من اتحاد الكرة مع الموضوع كأن احنا ما عندناش ناس بتفهم في الاعلام يعني كأننا مثلا الناس دي كلها معاين احنا عندنا حاسب امام راجل تصريحاته بعد الموضوع النهاردة كلها فجأة سحبت ايديها فسابوا كده القصة كلها بيعرف حاجة من حتة انا بيعرف حاجة من رامي عباس بيعرف حاجة من كلوب وبيعرف حاجة من فابريزيو رومانو طب ما تقول لانت من الاول ويبقى موضوعك كأنه بتاعنا وقرارنا والناس دي كلها هتتقبل ولا انا غلطان لا صح طيب خلينا ناخدها بالترتيب هو اولا محمد صلاح انا عندي لوم في قصة معينة انت دلوقتي الناس قالت لك ان هو من دياستة وعشرين كان مصاب في المطش كان مفهوض اول حاجة يعمل لها يطلب تغيير ليه؟ لأن انا بص ان انا عايز اخذ البطولة مع المنتخب فلما يجي لي حاجة مثلا النغزة واطلع يبقى انا كده ان شاء الله عندي فرصة ان انا يوم هغيب هغيب مطش واحد وهلحق مطش دور الستاشر يبقى انا كده بحمي نفسي وبحمي المنتخب بتاعي عشان انا بقى مجوب معاهم في الادوار اللي بعد كده وفي نفس الوقت برضو انا صبتي ما تكبرش ماشي يعني موضوع يعني حاجة يعني ما انا مش عارف هو كان حاسس بايه بالزبط امتى قيمها ازاي يعني دي قصة عارف ما هو انا مش قادر لحط نفسي مكانه بس انا ما عنديش معلومات ما عشو فينا عنده معلومات احنا بنشوف بنقولك رأينا بنانة على الحاجات اللي توصل لنا انا في الاول كان عندي كان الحاجة اللي قدامي ان هو طلع في دياستة واربين عشان حاسس بأصابها ساعتها اللي اعلام كله قال لك ده هو قال ان هو كان مصاب دياستة وعشرين فانا بمشي على الكنال اللي بيتقال في الاعلام فده الكلام اللي قال يبقى رقم واحد كان لازم يطلع في الوقت ده اول ما احس بحاجة عشان هو يبقى موجوب معنا بعد كده ده رقم واحد ده رقم اتنين طب لما انت كنت مصاب دياستة وعشرين طب ما كنت كاملت ديتن دول ومكنش خسرنا فترة تغيير فالليه خرجت في الدية تلاتة واربين حلو كان اول حاجة بعد المطش كان ايه اللي يحصل قسيتون دول يعني خلاص اول حاجة تحصل بعد المطش عطول بيتم الكشف عليه وتحديد كله ما يتعلاش ايه حاجة والمنتخب ما يقولش ايه حاجة يقول لجماعة احنا لسه بنشوف الفحصات وهنشوف صلاح لما يبقى عندنا حاجة اكيد هقولك بس بس انا بقى لو يوميها بالليل كان صلاح اتعرف مثلا او تاني يوم اتعرف واتقال لجماعة صلاح عنده واحد اتنين ثلاثة او لسه مش متأكدين بس احنا هيسافل ليفربول عشان يتعليه بسرعة عشان يرجع لنا بسرعة ايوا تاني يوم على طول بدري يبقى انا كده هحس ان صلاح والمنتخب واتحاد الكورة خايفين على مسارة المنتخب وعايزين دائما فعلا صلاح يبقى معنا على طول بسرعة كنت هتتقبل يعني الموضوع او انا كنت هتتقبل ليه يبقى ما فيش حاجة اسمها ان صفر تخلي عن الموضوع وكتل المنتخب ما انا هقول لك ليه بقى ما انا هقول لك الفرق اللي انا بقوله ده هنا ايه هنا انا حاسس لمسئولية مسئولية ايه ان احنا يا جماعة دلوقتي اتقال او هيتقال ان صلاح لو قعد معنا هنا الاجهزة اللي معنا ممكن ترجعه مثلا في اسبوعين ثلاثة هو لو راح هناك ممكن يرجع في اسبوع في ساعتها فضل انا ساعتها ليه بقى هيبقى انا عشان يلعب ماطش دور الستاشر هيبقى لسا عندي تريبا اسبوع من ماطش غانة ايو فلا سافر سافر يتعالج ويرجع او هم يبعثوا حد من الجهاز الطبي او اي ان كان يجي من الجهاز دين يعني الكونسبت او انت اولا كده متفق معا ان التوقيت اه طبعا التوقيت كلها بس الكونسبت هو هو لا مهمة ما هجيلك بقى بحيطة ليه بقى الموضوع اختلف فهينا بنتكلم ايه بقى ده الطريقة الصح اللي انا اعلن فيها والخطوات الصح طيب الموضوع طالف لانه مستفز لا مهمة مستفز بس في نفس الوقت ايه بقى انا دلوقتي كان مصدر لي لحد مبارح بالليل لحد ما اتعلن عن الموضوع وحتى من اتحاد الكورة نفسه وبعد ما نزل البيان ان صلاح هيغيب ماطشين بس ايو طب ماطشين بس طب هو باي سافر ليه مكلوب بقى هنا بقى كلوب بقى هو فضح اتحاد الكور ايو ليه بقى لان هو اللي كان فيه اتفاق المفروض المفروض ان يعني بشكل شيء كده نستنى حد ماطش كاف فيردي نشوف اللي هيحصل نهو الاتفاق اللي هم قالوه لان كان المفروض انه محدش يقول لغاية بعد ماطش كاف فيردي وتيم الاعلان بشكل مشترك حلو بشكل مشترك بقى معلش انقاسف بقى بشكل مشترك ان هو يغيب ماطشين ولا يغيب تلتة اسابيع لا مش عارف بقى اصلا دكتور المنتخب ليه قال ان هو ماطشين بس وليه بقى بعد ما طالع ان هو اطول محدش تلعب من عندنا احنا يا جماعة والله فعلا كان المفروض او التشخيص المبدئي كان كده ولما على فكرة في حاجات اسمها كده في الاصابة ان انت تبقى التشخيص المبدئي حاجة ولما بعد يومين تكتشف انها هتاخد وقت بس لازم اولا انا عرف ده بشكل يعني محترم انا كنت مناصق اعلان في المنتخب فهم ازاي ما قدش عندي صلاحات بالمناسبة يعني يعني كبير ده لو قدت لقيت ما قدش ينفع اقول وانا متأكد ان المنصة الكلامي دلوقتي لو هو محمد مرادة لو هو صديقي برضو اتمنع ان هو يتكلم مبارح مية في مية بس انت المفروض مثلا كنت فاكرهم مطشين فطرع الموضوع اتغير انا مفروض اعرف منك يعني اعرف من المنتخب بتاعنا قبل ما اعرف من كل قبساتها موضوع هيبقى ببين ان هو يعني مننا فينا احنا اسيات قرارنا يعني فهمت ازاي هي دي القصة وبعينين برضو اللي زاوي موضوع عند الناس ان صلاح كان الصبح في المؤتمر بيتكلم عن فراسنا وانح نكسب البطولة ما هو الاتفاق بقى ان لسه ما يعلانش دلوقتي ما هو الاتفاق بقى كنت ان كل ده عمال بيحصل وانا فجأة اعرف بالشكل ده دي مشكلة بيجاب بالنسبة خاصة ان انا لحد ما عرفت انا ما عرفش هو يغيب موتشين ولا يتقول البطولة على فكرة صلاح وليفربول ورامي عباس وتحق كرة يعني ناس كلها ناس مسؤولة وبتفكر هل احنا معقولة مش عارفين ندريل الازمة يعني همش عارفين نطلع يعني ناخد الموضوع واحدة واحدة عشان الجمهور ما يبقاش في الموقف ده او عشان اللعيبة يا جماعين في احنا في موقف زي ده كده يحصل قبل موتش 24 ساعة موتش مصيري طيب كابتن منتخب معلش يعني هو شرط الكابتنة دي هي مش اتغيرت عشان خطر صلاح حاصل مش هي تقول عمرها بالعرف في تاريخ الكورة لمية اتغيرت عشان صلاح وتاخدت من فاتحي حلو طيب أنا عفزت بس عظيم جدا إما انت دلوقات هنا انت بقيتش دورك بس جوا الملعب انت ليك دور برا الملعب طيب انت كنت في نفس اليوم بتمارس دورك برا الملعب ان انت بتكلمنا في المؤتمر الصحفي عن ان احنا وعايزين انا والله والله العظيم ما دفاع بسعج لأ ما انا فهمك والله عفزك حامل اتناقش انا فأنت بتعرض وجه النظر التانية وانا برضو ايه بقى ديكوك النظر التاني فانت كنت في نفس اليوم عملت الدور والناس كلها كانت طايرة بصراح بتصريح وقال لك التصريحات جميلة وقال لك اللي انتخذت كلها على الراس ومع عنديش مشاكل عظيم قبل كل الكلام ده بقى كان لازم يبقى يتعرف تمام حجم إصابة صالحة طوال قد دي بقى هو تعرف هو تعرف بس قال لك ده بعد الماتش احنا قبل الماتش بيوم فمش وقته ان انا اقول انا مسافر وعلى فكرة لو كان قل في المؤتمر انا مسافر بكرة ان احنا هنطلع هوا لي جايدوا دلوقتي مش وقته بس كلوب اللي قال ماشي مهو كلوب القلب مهو كلوب بيلبسنا على التحاد الكرة بيجيس قسطانية لكن انا باتكلم في صلاح دلوقتي صلاح دلوقتي المفروض دكتور المنتخب ده يكون صغير طبعا انا شخصت الاصابة ما طلعش اقول انا مش متأكد ما طلعش اقول دي حاجة يعني متفق فاشتحد الكرة يطلع يقول يا جماعة انه اصلا هيتسموت شين طبعا انت ما عليش بس انا كده كراجل متلقي للخبر انا اعمل ايه يعني اصلا مشجع وانا اصلا الناس الناس اصلا عندها مواقف سابقة من صلاح كتير فلازم اي موضوع يخص صلاح لازم يكون تعمل بالملي بس اه بالملي ليه لان اصلا قريدي في جاب يعني وفي ناس كتير بتحقل تعرب الجاب كل ده بقى بيقول ان القصة مش في النصلاح مسافر خالص القصة في الطريقة اللي الناس عرفت بها وده بيخليني بقى ايه على حسب برضو تاني وده خليني اقولك حاجة برضو انه ان انا على فكرة برضو تاني انا مش يعني مش مختلف وفي لعيبة فعلا بتبقى مصابة تقول لك مش ماشي حتى انا فاهم بس انت في الاخر بتيجي في حتة بتقول لي ان لو كانت تتعملت كده كنت موافق انه صراحي يبقى الفعل نفسه مش غلط هو الفعل ده اما غلط اما مش غلط هو دلوقتي لو قال ان انا مسافر عشان انا عشرة يام لو قعدت هتعالك في اسبوعين ولو سفرت هتعالك في اسبوع يبقى انك انت مسافر عشان ترجع عشان تخاف على مصلحتي اما انت اما هو مسافر ليه لا مسافر عشان خلاص هو يعني اللي تقال انه هو هيقعد لحد النهائي وبعا كده هيبقى يرجع هي بقى التواصل حلو التواصل رديق رديق مين السبب فيه باتحاد الكرة طبعا طب باتحاد الكرة ده يعني هو بتصرف من دماغه ولا صراح ليه دور مش عارف بصراح يعني هو دلوقتي قبل وحد يطلع يتكلم وقول ان صراح يغيب مطشين هل مثلا طب هو اتحاد الكرة ده مش داريان ان كلوب قال وان الدنيا خربانة في مصر لا هو وضع ومفروض يطلع يقول بقى يعني يعني انا حتى انا شكيا بقولك ان صراح متسلم في القصة دي حتى لو هو غلطان هو متسلم هو انا لو انا راجل مثلا منصق اعلامي في المنتخب او انا ادارة الاعلام في اتحاد الكرة وشايف الدنيا عاملة كده والناس بتتتم صراح ابشع اتهمات ومقولكش ما حد غلط يا باشا كل الجمهور اللي حق يقول له هو عايزه بس انا بقى مش دوري لو انا عارف ان الراجل ده مصاب شهر يعني وسيب اربعة وعشرين ساعة كاملة هرس طب ليه اوصل ان رامي عباس اللي اصلا عاد فمعافش في دبي هو اللي يكتب التويتر وهو بيكتبها ايه بقى بيكتبها بالانجلش للناس اللي في يعني احنا وحدش بيكلمنا احنا فين يا جماعة من الموضوع ما انا بخلمك في كده يعني معليش انا بص هو دلوقتي كلوب بيتكلم والديلميل بتتكلم وفابيرزو بيتكلم ورامي عباس بيتكلم احنا جماعة فين يا جماعة احنا جماعة العيدة معانا احنا العيدة بتاعنا يعني احنا دلوقتي دلوقتي صلاح على زمة منتخب مصر لوائحيا هو ملكينا حتى كامتون حازي امام برضو دلوقتي في التوصيرات ما قالش معلومة برضو في الموضوع هل الناس مش مدركة هل الناس مش مدركة ان في جاب ما بين صلاح والجمور يعني هل الناس مش عارفة الكلام ده هل ده موضوع مستخبي وانه هو كده صلاح مسافر خلاص يعني ايه ما مسافر يعني ما عرفش بس هي الفكرة في ايه هارجع اقول تاني الاول كان لازم يتعرف هو صلاح ايه بقى ده ايه عشان ساعتها الناس تبع عارفة هل هو هيسافر عشان يتعالج بسرعة عشان يرجع علينا ولا هو مسافر عشان هو كده كده مش لاحق يعني هو لو تقل من يا جماعة صلاح مسلا خلاص من الاول شد في الدرجة الفلانية هو يغيب شعر ونص ساعتها بقى خلاص انت كاي كاي بقى البطولة يعني توتي ترامي عباس دي يومها بقى على طول لا هو كان لازم يحصل اتفاق بين صلاح وليفر بول واتحاد الكورة وكل الناس اللي يوم علاقة بموضوع يا جماعة بدر اول حاجة انه يعرف هو صلاح حجم اصابته قد ايه وهيتعالج ازاي وبعدك انا نشوف بقى احنا بقى هيتعالج هنا ولا هو خاص من كده كان مش هالحيا البطولة فهيتعالج هناك وعلى فكرة في نقطة هو معلش يعني لو في اجهزة معينة هي لتخلي صلاح يرجع بسرعة كان لازم احنا ضغط عشان الاجهزة دي اجي لنا من ليفر بول مش قللك بقى قصد مصراوي وبايرنو الكلام ده لأ بص هو دي بقتي لو صلاح يغيب اسبوع او عشر ايام لأ صلاح يوعد ولولا اجهزة دي تيجي هم في كوديفوار ماشي هم في بلد انت لو جوفت استورياتي الناس بتنزيلها هناك بلد كلمة متعوضة قليلة عليها طبعا الناس هتقول لي ايه ده شد مش الجراحة انا مش دكتور لا لا اكيد طبعا في ريكافري طبعا وبيفري جدا في سرعة العودة لكن زي ما بقولك ايه الناس تحس ان ايه صلاح بيسع عشان تنزل الجهاز ده انت عشان تدخل الجهاز مصر اصلا لا مصر ايه عشان تدخل بقى ايو اصح انا فاهمة القصة مش مش بس انت هناك في مينيت طيارة خاصة كأنك تضيف تاكسي بالضبط بس كده وهترجع بي الناس كانت عايزة تحس من صلاح ان انت بتقاتل عشان عايزة ترجع بصراح انا اخد بالك كده متفق معك مليار في الماء بس ايه فاكرة كلها ادارة ازمة ان انا ستتكلم رقم اتنين صفر من عشر بس ده طبعا اتحاد الكورة بطيخ خالص في القصة دي يعني بصراحة كلهم يمشوا يعني والله العظيم بتتكلم بجد ان انت بتسلم انت الفروض انت تتكلم على وراحب من هامل جوم العالم انت بتتسلموا للجمهور بالشكل ده انت بتعمل ايه وبعين تلاقي عدود حق الكورة يقول لك انا ما هو ايه ده هو صلاح هيمشي فعلا انا ما عافش نفسهاج والله اه مثلا طبعا انتوا قاعدين بتعملوا ايه طيب يعني فين ادارة الازمة فين ناس اللي بتتكلم وحتى انت طالع بتتكلمني بعد ما ليفر بول قال او كلوب قال طالع بس ايه تعمل لي كبير بيان ثلاث سطور صلاح هيرجع على النص الهي والله طبعا انت حتى مقولتش عشان بس الهيسة اللي انت عاملنها طبعا انت مقولتش مثلا ان صلاح مثلا اصابته طلعت كبيرة طبعا يا اخي حتى تدارك الموضوع اخي حميل العيد بتاعك اطلع قول مسلا ان نصابة صلاح شهر عفكرة كله كان متوقع ان اول حاجة بتطلع بعد الموضوع ان نصابة صلاح طويلة انه برب بطولة ليه ليه لانه دي حاجة روحية ده اللي هتخلني صلاح شكله نوعا ما اتحسن بس انت فيه من بدري من الكلام ده طب انت لوهي لقالك موضوع انه خلع ومش عارف ايه الكلام ده لا ولا انا انا بصراحة انا عمري في حياتي ما بشك في زيام حد ولا بيتم حد ان هو بيهربوا الكلام وده ما يهرب ليه واحد يعني لما كان في نهاي الشامفينز ليجو جيه بانالتي راح خد الكرة وشاط هو فيه حاجة اكتر من كده بس انت خلي بالك برضو الناس اللي بتحكي في القصة دي للأسف اتفتح لهم باب بسبب سوء بسبب سوء اللي دورت بسبب خبا من اخر فالرجل هيقولي الكلام ده انا مش هصدقه بس انا هبقوا متفاهمه ببا ليه بيقول كده ليه لان فيه باب تسابله بس هي النقطة الجمهور لو كان حس من صلاح انه هو بيقاتل عشان يقعد ما كانش حد الصلاح طول عمره مش تحس منه بحاجة ماشي هتعرف اخبار بس هو اللي ما بيعوز يتكلم ويستدعي الجمهور عشان يقف معنا زي ازمة حصلت قبل جده بيعرف هو كان كمان يعني وبين هو كان بلسه بيكلم معنا وميها الصبح وميها بقى ده قبل الماتش فبينفعشها فتح معدوش انا بقولك ان هو كان بيتكلم معنا وقريدي الناس خلاص الناس حط الصلاح في زون انت بقى طالع خلاص انت بر الماتش بس انت كابتن المنتخب طالع بتكلمنا وطالع بتحمس اللعيبة لا ففجأة في نفس اليوم بالليل دب هو كلوب اه قصة برضه تخلي يكون كلوب بعد كل ده هو العمل ده من دماغه وكان فيه اتفاق وامانيسي مثلا لا لا ممكن يكون اصد على فكرة ممكن يكون اصد يدرب كورس في كلوب حرفيا يعني حرفيا يعني عشان خاطر يباوز الدنيا وصلاح يرجع بس انت النقطة انت كلمت فيها النقطة المنطقية وانا على فكرة قلت اي حد تخيل يعني فكرة ان هو اكيد صلاح يصبته مطولة وإلا كان قاعد بس بس انا اتحدى الكورة طبعا عن يشيل الموضوع 100% وانا برضه عن مستوى الشخصي او كلمة عوجة مصر هنا انا صلاح يشيل صلاح يشيل ليه لان انت كابتن منتخب مصر فيعني لو في ناس حواليك اتشاف ان هم مش منظمين لازم انت تحمي نفسك وتبقى انت اوضح من زي انت رديت لما تسأل فيتوريا هو لو انت خرجت من دور المجموعية تحتمشي ولا لا اصلاح قالك لا هيكمل مع ان السؤال مش ليك انت عظيم جدا هو انت راجل هو بتتكلم وبتأ طب بص بقى انت عندك ازمة وانت عارف ان الجمهور بيدور لك على حاجة طب يا جماعة محدش ينزل حاجة لحد ما نشوف انا يصبت يقدي ايه يعني ايه مش حتى مش موصل حاجة الفرقة اللي قدامك هو صلاح يلعب ولا لأ هو ده مش موجود يعني ممكن مثلا ان انا خبي ومقولش اي حاجة لحد ما عرف لحد ما عاد يلعبش كاف فيردي على الال حتى بلعب ورقة انه ممكن صلاح يلعب ولا ماتش طب في اللحظة دي بقى وصراحة دلوقتي اتقال خلاص ايه طويلة وابتا لو جهز على قبل انها يرجع لا برضو لا ليه هارجع قولتاني في حاجز خلاص بقى بين صلاح والجمهور بسبب ايه تاني نفس القصة اللي احنا تكلمنا فيها بس هي بس هي في نقطة حتى مختلف معك فيها حقك طبعا بس هقول حاجة وانت برضو قول لي برضو اتنظر حشان نتنيش فيها النهاردة كلام ربي عباس يعني انت جايب تلحق الموضوع بعد الموضوع خلاص باز يعني انت جايب تقول لي 28 يوم طب انت فين الكلام ده ما بدري ليه ما اطلعش بيان من امبارح من قبل من نفس يعني من وقته ما عرفته الموضوع ما اكيد انتوا النهاردة ما عرفتوش بعد ما اعلنتوا ان هو رايح انتوا كده عارفين قبل كده لو انت نويب بقى تعلنه وتبقى شفاف يا جماعة صلاح اصبت وطولة شهر مش هيلحق كاس الأمم او ممكن يلحق النهائي ساعتها الناس بقى طب ايه ده من بدري احنا كده اخدنا بقى الخبر اه طب بقى الناس تفكر بقى هل صلاح يسافر يعني احنا دلوقتي في فكرة انه صلاح ما رجعش عشان الجمهور يزعلن منه بس هي دي بس لا عشان هو صلاح الازمة كلها عاملت حاجز نفسي مع الجمهور ايه عشان الجمهور يعني هو بالنسبة للعيبة مصطفى محمد مثلا رفعت شيرت بقى صلاح بعد الموضوع ما هي دي نقطة بقى بمناسبة عشان العيبة على فكرة اهو مع فكرة لا استعلم بقى احنا اللي على فكرة اللي على فكرة انا مش منطقي خالص اكفيش الكلام ده طبعا انسى الكلام ده اه طبعا اه طبعا اللعبة كلها بيحب صلاحه وبنسبة لهم مثل اعلى واللي حصل ده تمام هما هما بنسبة لهم عادي يعني بالنسبة لهم خلاص احنا هندهم صلاح عشان صلاح بقى ايه عن كام بقى هو لا ولو صلاح مسافر يتعليق وجاي اه بشهر راجل من العالم تاني اصلا من غير اللي احنا فيه بس ظبط فهم بعطلو طيارة ده ما قولك زي التاكسي كده وبتاع بس الحاجز النفسي اللي حصل ده ان انا بنقيه صلاح ماشي وبعد مكان هيغيب مطشين عشان لو جهز للنهائي وبعين الطيارة اللي اتقلب بيها اللي هو ايه يعني لو جهز للنهائي لو انت وصلتوا لو يعني بس انتوا اصلا مش توصلوا يعني اللي هو لا بص بصراحة الموضوع كله ممكن يعني على فكرة انا معك ان ممكن يكون صلاح اتظلم في جزء ايوه وان الاتحاد الكرة دخلوا هو كلوبهم الاثنين حطوا فوش المدفع الكلام ده حرام يتقل على السوشال ميديا حرام شرعا بص اقول لك حاجة لازم اللي بتقل لي يقيموا عليها كل الناس اللي تقلت وانا واحد من الناس دي عشان برضو اصلافيتات موجودة يعني كل ناس كلها وانا واحد من الناس انا كنت مددقى جدا من صلاح بس في ناس وقت قلت ان الاتحاد الكرة يشيل يعني مرور بطاقة صلاح لهم ان الاتحاد الكرة لان هو السبب الرئيسي في القصة بس القصة في ايه بقى انا دلوقتي كراجل متفرج ومشجع انا مش هابقى ادخل اعرف معلومات جوا ايه اللي بيحصل انا ليا بالنتج اللي بيطلعلي فبناء النتج اللي بيطلعلي انا بقول رأيه رأيه في الاتحاد الكرة ورأيه في اللي عمله صلاح هتقول لي صلاح ما هو صلاح الرجل يعني مغلوب على امره لا لا مش مغلوب على امره لا لا هو راجل اقوى من صلاح ماشي يعني صلاح في حاجات تاني ما كان شايفا يتكلم فيها والناس عدتها ليه لانت بقى حاجات اللي علاقة بشغل وكلام وهو حاجات ممكن بس ده بقى انت هنا مع المنتخب لا ودي قصة شخصية خلاص وانت بقى انت هنا مع المنتخب طب معلش انت هناك مش هتروح تلعب يعني انت هناك لو روحت لليفربول هتعليق اسرع محنا ما نعرفش وعنده ايه على فكرة انت الماتشين ده حنتكلم ماتش غانا كان امتى ماتش غانا كان يوم الخميس ماتش غانا كان يوم الخميس الله ما فاكره وانهار 23 اللي جديد ده يعني هو قدامه على ماتش ال 16 من الخميس للخميس وحط عليها جمعة وسبت وحد يعني قدامه تقريبا 11 يوم على الماتش بتاع دور ال 16 أيو أيو يعني مش قولك بقى على ماتش النهاردة على ماتش دور ال 16 صلاح كان عنده 11 يوم يعني هو الشد اللي احنا شفناه اللي احنا اللي احنا اللي احنا قدامنا ما قال لك 1 و 20 يوم لا ما سواني بقى ده كانوا تقالي النهاردة أيو أيو لا ما ليش ضعب لتقالي النهاردة انا بتكلم بقى من الاول وقتها ليه احنا خدنا موقف ولنا اطلعت هجمت صلاح وانتقضت وكلام ده ليه لاننا دلوقتي عندي هيغيب عن ماتش واحد لسه عنده 11 يوم على الماتش التاني طب لو غاب عن الماتش التاني هيبي لسه عنده اسبوعين لحد 20 يوم او اسبوعين مثل حتى 18 يوم معلومة بقى ان لقى الاصابع يا جماعة قال لحقا تلات اسابيع خلصنا بقى موالده كله دي طلعت امتى متأخر ايو انا عوزي ومن وكيله اه حد برا القصة خالص هل في حد تكلمنا من اتحاد الكرة لا لا هل صلاح كلمنا هل حد تكلمنا باللغة العربية الفصحى دول ما بيتكلمون بس كده يبقى انا بقى يبقى انا كراجل كمشجع وواحد غلبان حق انفعل على اتحاد الكرة وعلى صلاح والاي حد اللي يلقب القصة دي ليه لان انا انا معلش انا مش الا يعني انا فاقوف الاخر انا ده منتخب بلدي وصلاح اه بمناسبة منتخب بلدي وانا بعد عيط واضحك فبتعب معك وانا عايز اكسر البطولة انا عايز اكسر البطولة ودي بالنسبة لنا انا صلاح البطولة البطولة اللي بعدية ممكن يبقى ثلاثة وثلاثين سنة الله اعلم هيبقى هيبقى عامل ازاي بفرمته عامل ازاي فمعليش يا جماعة ما جوش انت حطيني فوق ما جوش انتوا تدوري كل حاجة غلط وعايزين اننا اعزو صلاح لأ انت الازمة كلها بما فيها صلاح نفسه ما كانتش واضح انا بقول لك هو ماتش واحد 11 يوم ماتشين داخل في اسبوعين لتلات اسابيع وتقل قبل كده ايه ماتشين طبعا يا جماعة ما عليش بس الشد الشد اللي نعرفه وان راجل يعني ايه على الله الشد درجات شد درجات صح ما يفوش مشاكل بس ايه بيبدأ من ايه اسبوع او تلاتة اربعة تيام اسبوع اسبوعين لو وقتا من كده لنعرفه هيبقى مزق طب هو اتقال مزق هل هل اللي بان على الصلاح ان هو مزق طب هو ان هو مزق بان ان هو شد ما تقلش عنه درجة حلو يبقى انت امام متعلنش متعلنش بس اقول هيتعالج ازاي لا انا كمان مشفق على دكتور محمد ابو العيل انا ناس من هو يعني بيفهم جدا ومتأكد من كده انا مشفق على برضو يعني شكله برضو صراحة هل هو اللي اعلن هو اللي اعلن هو اللي اعلن هو اللي اعلن طيب هل هو يعني اعتقد ده اللي في بالي يعني ايا كان ما هو برضو لو تحكر هيعلن فهو هيعلن على تترس اقوله ولو مش هو اللي اعلن فهو كان المعلومة بتاعت الاعلن جاي منه حلو انت بقى بتعلن الفترة دي على ان بقى انت عامي حساب الريكوفري ولا انت بتعملها كابل ويا ولا بتخدي الناس ولا ايه انا ما زي اقول لك لو صراحة ممكن يكون مظلوم في القصة دي فهو عليه جزء طيب حلو في حالة انت شايف اللي انا بقوله ده لا 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 بس احنا في الاخر اللي انت بتقوله ده مش متعرض مع علامة الجمهور هو طبعا بيفكر بالعاطفة وده حقه بس الواحد اللي ما بيه يتكلم بيكلم بيعرض كل وجهات النظر عشان الناس في او في الاخر هتاخد الكلام اللي هي تقتنع بي انا عشان كده على فكرة انا انا مبالح مثلا فكرت عام حلقة بس انا قلت انا افضل انها تبقى افضل انها تبقى عشان يبقى فيه رأينا عشان فعلا ممكن نخرج بحاجة افيد وده حسنو حصل يعني صح اه المنتخب بقى يعني في دقيقتين كده وارد هيروح فين بقى وارد انت طبعا هتلاعب تاني المجموعة الساد الكنغو ممكن الكنغو او زامبيا الكنغو منتخب اه او المغرب والله طبعا اه ممكن يحصل في الامور ممكن الكنغو منتخب ريخم او ريخم فعلا ريخم جدا وعنده لعبة كويسة وعمل تيم كويس ومسك المغرب غسالها في شهد التاني بس طبعا عشان خاطر بقى الرطوبة والحر وهمتشسة عربعة فهنمشيها كده لكن عايز اقولك على حاجة منتخب مصر انا بقلق منه لما باللعب منتخبات زي كففرد كده يعني احنا لو باللعب المغرب نلعب الكاميرون نلعب نيجيريا بنعلم معهم بالريد ومشهما بس اي منتخب دلوقتي زي ما قلت لك غينيا الاستوائية غينيا العادية معرفش ايه حتى مورتانيا بتلعب كورة يا جماعة خلاص كل المنتخبات بقى بتلعب كورة فانت لازم تكون محترمي الفرد قدامك بس المنتخب انا بقلق لما باللعب منتخبات متوسطة بس وارد جدا انك تلاقي شخصية اللعيبة كلها والمدرب نفسه تحولت في دول 16 ودول بعد كده ونقول بقى اصل ببرتغال خدت اليوروب ثلاث نقط في المجموعة اصل الارجنتين اصل الارجنتين خسرت او مصد ساعة بقى بزرعة احنا كنا ناشا اعطينا مجموعة من قطتين هو في اغرب من كده فالله اعلم يعني ربنا بسبب الاسباب احنا صعدين بقى رياحية اخد بالك فرق بنت كمان اه بس يعني ده فرق سنيتين يعني انت كنت جاب جون كان اثنين صفر بقى اثنين اثنين بقى اثنين اثنين الناحياتي فهو بصراحة كم دقيقة يعني يشيبه الراس يعني فربنا يسهل ان شاء الله ويبقى اللي حصل النهاردة ده يكون دفعة للعيبة ونشوف ناطش يوم الحد بتاع الكونغو ده هيحصل فيه او اين كده المنافس اللي هلعبه وبقى اخوة بقى الكبيرة ان احنا لو عدنا الكونغو هلابتكسبان من غينيا بيساو اه سوري غينيا الاستوائية وهم اعتقد هيلعبه ثالث هيلعبه ثالث من التوالد اه فعالورق ممكن تلعب غينيا اللي اتقاي وتكسبنا اه ما هزيبتلك ايه اغداتي انت ما حدش لي امان دي حلوة مع اللوصة عبدالدين فعالو الاف ده لازم دي اصلا حارفة احنا لو دخلنا بص الناس اللي وفيرت تتكلم كده انا بقول الكلام ده ليه انا قصد الكلام ده الناس اللي وفيرت تتكلم الكونغو غينيا يا جماعة والله العظيم طالته احنا نخاف من التخابات دي اكتر من متخابات التقبل با احنا نشوفنا غلا بشخصية اللعب المصري بالذات بشخصية اللعب المصري بالذات بتخاف من متخابات دي اكتر ان شاء الله Peders تمشي الامور احسن مما احنا متخذلين ان شاء الله باعثن الله لا ويحصل تحول يعني اتمنى صحبة الشناوي يعني اصابة هتفرق برضو خلبك ابو غهبل مش هو بتاع ابو قبل النسخ بتاع تكسل الأمم دي بتبقى ماشي يمكن يجي له عرض تاني ولا حاجة زي عرض الناصر ويمضي وما يرشل الهلال بقى اه مثلا فربنا يا سهل ويحصل انا يعني الناس كلها دلوقتي عندها امل كبير جدا فربنا سبحانه وتعالى ان انت يحصل تغيير جزري ما تعرفش جزي من المدرب واللعيبة ونشوف شخصية مختلفة للعيبة لان ادوار اللي جادي دي بقى مش ادوار كورة دي ادوار تركيز انك تركيز ما تغلطش رقم واحد وتستغل الفرص وتبقى نفسك في الملعب فربنا يا سهل ان شاء الله والناس كلها انا اول مرة بصراحة من فترة طويلة اشوف الناس كلها يعني لو في حسنة وحيدة حصلة بسيطة موضوع صلاح فهو ان الناس كتيرة وكان مشهونها منه فلما بعد عن المنتخب للأسف وانا محبش انا على مستوى الشخصي محبش ان يكون في اي لاعب يعني في مصر يعني مستبعد كده عاطفيا يبقى الناس هتتعاطف مع المنتخب عشان خاطر العب ده ماشي انا محبش كده بصراحة انا بتكلم يعني وانا بصراحة قصة دي اصحنا هنا في مصر يومين وبتخلص فانا ما بتقولش معي الصراح بس هي الناس يعني عشان بوردو نقول حق ربنا الناس يعني موقف في تير اوه من ناحية صلاح اه حقك تير اه حقك تير اه من قبل كده لها حق انها تاخد من الموقف بس انا عايز اقولوا ايه ان لو في حسنة حصلت فان الناس كلها دلوقتي حتى الناس اللي هم كانوا مش عايزين يشاكعوا المنتخب عشان خاطر صلاح لا كل دلوقتي بيدعم اللعيبة وبيدعم المنتخب وبتاعه فربنا يسهل ان شاء الله وخلينا نشوف على فكرة محدش عارف يعني ممكن تلاقي المنتخب بيلعب نص انهائي وتلاقي صلاح راجع بيلعب ممكن تلاقيه مثلا بيلعب ربع انهائي وتلاقي صلاح بيلعب محدش عارف بكرة في ايه وبصراحة حد الكرة بتاعنا ده بيفجيانا كل يوم بحاجة جديدة فخلينا نشوف لكن الرسالة المهمة اللازم نوصل للناس انت عارضت وجهة نظر في قصة الصلاح دي ودي حاجة مهمة جدا لان برضو الكل كان بيتناول صلاح في ديريكشن واحد فاحنا عارضنا كل وجهات النظر بعد ما الاضلاع اكتملت بس وده كان طبيعي جدا انهما يتلاقي يقولون صلاح يصابته شهر ده شيء طبيعي بس زي ما بقول صلاح كان لازم يديه الازمة بشكل اكبر من كده خاصة ان هو كابتن المنتخب مش مجرد لعب كل ادرج ازمة اسوأ من بعض بصراحة كل ادرج وصلاح برضو نفس القصة يعني لو لو يعني طبعا هو يشيل معاهم لكن انت حاد الكرة يشيل للمسئولية الاكبر لكن صلاح بما ان هو شخص نجم العالم وشخص كلمته مسموعة وسايد قراره وسايد قراره ويقدر يقول لي فاربقول ايه بعتولي طيارة فيها الاجهزة تعالجني هنا لو لو الموضوع كده تمام لان برضو انت لو ما تسافر هناك معلش ناسف يعني ما انت ممكن تسافر هناك وما تجيش ممكن هناك الناس هكتتلكع يقول لك ايه طب ما اصلاح عظر مخصر اصلاح نجهزه عشان نبعته هناك طب لا طب ليه لا يا بشر برحتك معنا منتقاد معنا كده كده ليه؟ عشان دي مصلحتنا هنخاف عليها هو يخاف على مصلحته ومصلحتنا الطيارة تجيله وتعالجه هنا او انحنا نعالجه وزي ما تيجي بقى احنا نطلع بقى الدور اللي جاي الدور اللي بعديه نجتهد بس هو يبقى معنا في وسطنا لن هو كابتن المنتخب بس كده وصلت باش ان شاء الله تمشي الامور احسن نحن متخيلين بإذن الله دي كتت حلقة اليهر ده واول حلقة اعملها عن كاسة الامر ان شاء الله بعد كل مبرارة منتخب اتمنى بقى ان احنا نعمل ستتاشر وتمانية وقبل نهاية ونهاية يعني اربع حلقات ان شاء الله ثلاث وربع مش هعمل كده كده ما بعملش فان شاء الله نعمل اربع حلقات كمان اتمنى يعني بإذن الله ودي تبقى اول واحدة من خمس حلقات شوفكم ان شاء الله في حلقات جاية مع السلام